كوزسوف ايرون ديفيشنس يانيميا أسباب الايرون ديفيشنس يانيميا واحد كورون البلاتلوس يعني فقد الدم المزمن بصفة دائمة فقد دم ده أشهر سبب من أسباب الايرون ديفيشنس يانيميا بور دايت يعني الأكل فيه ناس ما بتاكلش أكل كويس الأكل بتاعها ما فيهوش لحمة ما فيهوش كبدة ما فيهوش العناصر اللي فيها الحديد اللي ذكرناها قبل كده سابقا ومعظم أكلها حاجات زي ما بنشوف شابسي الحاجات اللي هي مفتقدة العناصر الغذائية المهمة كتيرة من ضمنها الحديد مالأبزورشن مالأبزورشن يعني صعوبة الانتصاص يعني فيه مشكلة عنده في الانتصاص وده غالبا ممكن يكون عنده مشاكل في الأمعاد والمشاكل دي ممكن تكون بسبب برضو وجود ديدان زي ما قلنا قبل كده الورمز أو البوايضات بتاعتها الإكس وده بسبب عدم النظافة وعدم الاهتمام بغسيل اليد قبل الأكل فيه أمراض كمال بيكون ممكن تكون موجودة في الأمعاء الانتستن تؤدي إلى إن فيه مشكلة في الانتصاص معناها إن هو بيأكل كويس وفيه امتصاص كويس ولكن ممكن يكون فيه محتاج أكتر من الشخص الطبيعي بعض الفئات زي مثلا أطفال اللي هما بينمو محتاجين حديد عشان يقدرون هما عشان ينموه زي الحوامل محتاجة لأنها عندها هي والجنين زي محتاجة عشان هي بتردع فكل الناس دول أو كل الفئات دول ممكن برضو نضيف معهم اللي هما كبارة السن ممكن يكونوا محتاجين نحنا نضيفهم حديد برضو في السن المتقدم طيب لما نشوف بقى العلامات اللي هي مهمة جدا بيكون مرتبطة بأنمينقس الحديد عندنا فيه علامة مهمة جدا ممكن نتكلمين عليها قبل كده اللي هي سبونينج سبونينج يعني تلاقي زي ما نحن شايفين كده المريض الصبع بتاعه الدوفر تلاقي داخل اللي جوه نقول فيه كونكافيتي أو سبونينج أو كولينيكيا لو تتفاكرين كنا قولنا عليها قبل كده كولينيكيا واحدة من السينز اللي هي مرتبطة بالايرن ديفيشان سينيمي طيب فيه حاجات سيمتومز بقى عامة لجميع أنواء الأنمية زي الفتيج يعني يتعب بسرعة زي مصد كومان سيمتوم فأنمية اس فتيج ديزينيس حاس ان دماغه لكم بتلف بالدور بيه شورتنس أوبريس أو بنقول عليها ديسنيا مش قادر ياخد نفسه صعوبة في النفس ديسنيا بالسكن شحوب انكلمنا عليها بالسكن ميوكوس ميمبرين ميوكوس ميمبرين ميوكوس ميمبرين ميوكوس ميمبرين ميوكوس ميمبرين غالب المريض الأنية عرضة انه يجيله عدوى متكررة طيب نيجي بقى نوصل لمرحلة اللي هي اللابوراتوري داينوزيس التشخيص المعملي مهم جدا عندي البي بي اس هنلاقي فيها ثلاث حاجات مايكروستيك هايبوكروميك بينسل زي ماح شايفين معظم الخلايا اللي هنا صغير مايكروستيك مثلا زي الخلايا دي مايكروستيك والخلايا دي مايكروستيك هايبوكروميك كلهم تقريبا معظمهم هايبوكروميك يعني تلاقي الجزء الابيض كبير واللي مجلوبين كبيتة وليلة جدا خليه شبه القلم واضحة جدا نوعنا هي برضو كاراكتريستيك دايما بنعرف يعني الانيمية هايمر علينا مجموعات من الانيمية كل نوع من الانواع الانيمية للكاراكتريستيك سيل اللي هي زي البينسل او كاراكتريستيك هاضيف اللي هو السيروم يعني نسبة الحديد هلاقي نسبة الحديد بتقل هلاقي برضو السيروم في الريتين الحديد المتخزن بيقل هلاقي بقى فيه حاجتين بيزيدوا مع نقص الحديد حاجة اسمها تي اي بي سي توتل اي اين بان دي كابستي وحاجة اسمها ترانسفيرن ريسبتور بتزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر